قالت وزيرة التخطيط هالا السعيد أن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجهية لتعزيز توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ وذلك مع اتباع النهج التشاركي جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال الحدث عن جانبي الذي نظمته مصر افتراضيا ممثلة في وزارة التخطيط بعنوان توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل مواجهة تابعات تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر وذلك على همش النسخة الحالية للمنتج السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة عام 2022 بمشاركة المبعوث الخاص للأمماء المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030 المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيد دين